أيضاً الحديث عن أوضاع اللاجئين من الحدود الرومانية الأوكرانية ينضم إلينا موفد الحدث ليث بازار ليث أهلاً بك إذن ما مدى حجم ازدياد اللاجئين ساعة بعد أخرى من حيث أنت نعم قبل قليل وفي استوديو الحدث مع الزمين محمد أبو عبيد كنا خارج هذا الفندق للحديث عن اللاجئون ووصولهم إلى بعض النقاط العبور قبل الانطلاق إلى أماكن أخرى نحن هنا في أقرب فندق للحدود الأوكرانية الرومانية الذي يستقبل في هذه الأزمة الدبلوماسيين وبعض الصحفيين وكذلك اللاجئون فهو مأوى آمن لهم يقيمون فيه ويقيهم برد المنطقة القارس والثلوج التي تحتل في المكان يأويهم بشكل مؤقت إذ وبعد عبورهم الحدود وتقديم المساعدات الغذائية والملابس السميكة والبطانيات والقفزات يتم استحاب الأطفال وأمهاتهم ومن يرافق قصر إلى هذا الفندق لإيوائهم لبضح ساعات طبعا وأحيانا قد تطول إلى يوم كامل خلينا نأخذ الكاميرا إذا سمحتي في مناطق أخرى من هذه الصالة فالمكان كان صالة لاستقبال كانت صالة مطعم هذا المكان ولكن إذا شهدنا هنا طاولات فارغة لأن قبل قليل قبل الداخل ليث ليث أعذرني عن مقاطعة مضطرون للإنهاء معك ونتحول وإياكم مشاهدين إلى كلمة لحلف شمال أطلسين ناتو شمال أطلسين ناتو شمال أطلسين ناتو